شهدت العاصمة العراقية بغداد في الأوين الأخيرة تنامي عمليات استهداف بعض المرافق الخاصة كالنوادي الليلية أو محال بيع المشروبات الكحولية وتقف وراء هذه الاعتداءات جماعات مسلحة دون تمكن الحكومة العراقية من السيطرة عليها أو وضع حد لها مما شكل قلقا متزايدا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم تصعيد أمني متزايد ضد ممتلكات خاصة ومتاجر في العاصمة بغداد تصعيد يقف وراءه مسلحون ويستهدفون المحال التجارية بعبوات صوتية تارة ومفخخات تارة أخرى فلتان أمني يصفه مختصون بالإرهاب وتعجز أجهزة الأمن عن ضبطه هذه مجامع تحاول أن تتقمص الأسماء والكنة للتملص والتنصل من متابعة ومراقبة الأجزاء الأمنية حدوث مثل هكذا أعمال هي تندرج ابتداء تحت المادة أربع على أليف إرهاب لأنها تستخدم العنف والقتل بصورة عشوائية وتستهدف المنية التحتية للمجتمع والسلم الأهلي لا إحصاءات رسمية عن سقوط ضحايا جراء هذه الأعمال باستثناء جرحة ولا أرقام محددة عن حجم الخسائر التي تسببت فيها أعمال التخريب هذه تتكرر الانفجارات المسائية وتتجدد معها حالة الهلع والتهديد للسلم المجتمعي ولا معلومات رسمية عن إلقاء القبض على الفاعلين أو فتح تحقيقات وملاحقة للجنات قلق وخوف يسيطران على أصحاب المحال المستهدفة وسكان الأحياء الواقعة فيها قلق تجلى في مطالب متعاظمة للدولة بفرض هيبتها الأمنية وإيجاد حل لمشكلتهم التي بدأت منذ أشهر ولا تزال مستمرة ما بين الخوف من التدهور الاقتصادي والوضع الأمني وتداعياتهما يتزايد القلق من التصعيد الأمني ضد الممتلكات والأشخاص ظاهرة يمكن أن تتحول إلى حالة لا يمكن السيطرة عليها ضياء الناصر العربي بغداد وينضم إلينا من عمان دكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أهلا بك دكتور يحيى معنا إذن برأيك هذه العمليات الأخيرة التي استهدفت العديد من المحال التجارية أو النوادي الليلية في العاصمة العراقية بغداد هل هي تستهدف القحول أم تستهدف الأقليات أم أنها تستهدف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية يعني بداية المساء الخير إلك ولمشاهدي قناة العربي لا نعتقد الموضوع أكثر تعقيدا من ذلك أولا نحن نتحدث هنا عن جماعات محصنة هي التي تقوم بهذه الهجمات يعني لا نتحدث هنا عن عصابات أو نتحدث عن قضية التنافس أو ما إلى ذلك وإنما نتحدث عن جماعات محصنة لا تستطيع القوى الأمنية التعامل معها وبالتالي تتواطأ معها وتعجز الحكومة عن الاعتراف بهذه الحقيقة وبالتالي تلتزم الصمت ما يجري الحقيقة هو أكبر من قضية استهداف محال لبيع المشروبات الكحولية أو بعض النواد الليلية القضية ترتبط بمحاولة فرض رؤية محددة نمط محدد على المجال العام في العراق ولو تلاحظين أن هذه الهجمات تتساوق مع تصريحات سياسية لأطراف سياسية تهيمن على المشهد العراقي التي تتحدث عن انحراف المجتمع من هي تلك الأطراف التوريحية؟ من هي تلك الأطراف وتلك الميليشيات؟ لمن تابع؟ يعني أولا بالنسبة للأطراف السياسية كل أطراف الإسلام السياسي التي تهيمن على المشهد السياسي في العراق يعني لو راجعته ستكتشفين أنه منذ العام 2003 كانت هناك تصريحات سياسية من أعلى المستويات ترفض قضية بيع الخمور ترفض قضية النواد الليلية تحاول أن تفرض منهجا إسلاميا على المجال العام في العراق وهؤلاء اليوم هم الذين يهيمنون على الدولة وبالتالي التواطئ يأتي من هنا لنتذكر ما حدث في سنوات 2006 2007 2008 عندما أيضا تعرضت الأقليات في البصرة وفي مناطق أخرى تعرضت هذه المحلات أيضا إلى هجمات أدت إلى منع بيع المشروبات بالكامل في محافظات كاملة يعني اليوم هناك مجالس محافظات تحديدا في الوسط والجنوب أصدرت أوامر بمنع تداول المشروبات الكحولية على الرغم من عدم وجود قانون يتيح لها ذلك هذا تقرأين دائما عن ضبط كميات من المشروبات هنا أو هناك وبالتالي ما يفلت من هذا النظام السياسي يقتقو بالميليشيات التي هي محصنة ورسمية أيضا بالقيام ما تعجز عن قيام بهذه المجالات نعم عندما تقول محصنة أنت تقصد أنها متواطئة طبعا مع السلطات هل هو تواطئ أم تخوف؟ يعني البعض يعتقد أيضا أن ثم تتخوف لدى السلطات من هذه الميليشيات وبالتالي تلتزم الصمت وبالتالي لا تقوم بأي خطوة لا يعني أننا نتحدث هنا عن أكثر من مجال أولا هناك تواطئ من الدولة ليس الحكومة الدولة بالكامل وهناك تواطئ من القوات الأمنية هذا يأتي بدرجة أخرى لأن القوات الأمنية تخشى من أن المواجهة مع هذه الجماعات المحصنة قد تعود عليها بالسلبس كأفراد وليس كمؤسسة الأمر الأهم هنا أن هذه الجماعات الدينية المتشددة لديها خطاب معلن وهي بالكامل تحظى بنوع من الغطاء السياسي ونوع من الغطاء الرسمي ونوع من الغطاء المجتمعي وهذا يتيح لها أن تتحرك بكل حرية لكي تقوم بعمليات اغتيال مثلا أو تقوم بتفجير بعض أنت تربط تفجير هذه المحلات بعمليات الاغتيال السياسي الذي طبعا يشهده العراق بالتأكيد الجماعات نفسها التي تقوم بعمليات الاغتيال في محاولة لفرض رؤيتها السياسية هي التي تقوم بتفجير هذه المحل لفرض رؤيتها العقائدية والدينية وهي في الحالتين محصنة لا أحد يستطيع المساس بها قضية الإفلات من العقاب قضية منهجية وهي تعلم بذلك لهذا هي تتحرك بكل حرية وهي تعلم أن لا أحد سيقف بطريقها دكتور يحيى ما تفسرك إلى أن الاستهداف طال محال دون عن غيرها ويقال أنها محال يمتلكها أشخاص طبعا ربما ينتمون إلى الأقليات لا بالنسبة للقانون العراقي القانون العراقي لا يتيح إلا للأقليات استملاك مثل هذه المحلات يعني ولا يتيح للمسلمين استملاك هذه المحلات وبالتالي من العصل كل هذه المحلات مملوكة من قبل الأقليات ولكن الموضوع الأخطر من هنا أن هذه المجانع لا تنتبه إلى طبيعة الضرر المجتمعي الذي تحققه بقضية الأقليات يعني هنا هذا موضوع مسكوت عنه أن كل الأقليات في كل المحافظات العراقية تتعرض لنوع من الضغط المجتمعي والضغط السياسي والعنف الذي يفرض عليها أما أن تغير مكان إقامتها وهذا ما حدث منذ عام 2003 إلى الآن تقريبا سبعين بالمئة من الأقليات العراقية تتحدث عن تغير مناطقها الأصلية وبالتالي نحن نتحدث هنا عن عملية مركبة وليست فقط استهداف جنائي أو أمني نعم دكتور يحيى الكوبيسي إذن مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك مشاهدين كانت هذه قضية اليوم انتظرونا غدا مع قضية جديدة وانتظرونا في شبابيك وعشر سنوات على الثورة التونسية عند الرابع بتوقيت جرناتش والآن عودة إلى فرح وما تبقى من أخبار الظاهرة شكرا جزيلا لك